السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينون المراكشية اليوم نحضره وجبه غداء جد سريعة كفتة مشوية في الكوكوت كانت جيب نينة وليدة وكانت تحضر في الحين تقريبا عشرة دقائق وكذلك هد الكفتة هنرفقها مع جوش سلطة جد لذيدة وميزة ومسيطة في التحضير تخليكم مع المقادر وطريقة التحضير ما تنسوناش يضغطوا على زر الأحمر أبني ودري الجيم بسم الله بالنسبة للمقادر سهلة التحضير لذيذة ومنينة لا تحتاج الوقت طريقة نحتاج حبات الطماطم على هذا الشكل كنقطع دوائر حبات البصر كنقطع دوائر فستة التوم من الزيت زيت حسب الضوء يمكن أن تكون زيت مختارطة لما لديكم زيت نباتية هنا جوش مع القبار تعقص بمدنوس 500 جرام الكفتة أي نوع الكفتة حاولته مع القاء صغيرة هو الكامل مع القاء صغير والجوش أحمل مع القاء صغيرة ولكميفية حبوب مع معمير ش filet مع القاء صغيرة مع المرش من المرش ومفذلة سودانية وقد سنریخ كذلك قد أن نأخذ هذه الطريقة ومنينة أنت بها تمستمر تاكب المنطقة بعد مدنة العطرية نأخذ السمع القوافى من المرحة من بعد نأخذ الكوكو بسم الله نأخذ الزيت قريباً نضع الكوكوكو نضع البصل بعد موضع البصل نضع الطماطم كيف تلاحظون أنه سهلة تحضر في آخر لحظة تأتي بنينة و تأتي بديدة بعد موضع الأعطرية نضع قريباً قليباً نضع الزيت قريباً نضع الطماطم قريباً نضع الكفتة قريباً نضع الكفتة الزيت بعد موضع الكفتة نضيف القرصة الملحة نضيف القرصة الملحة اضيف القرصة الملحة نضيف القرصة الملحة نفتح الملحة لا تضيف القرصة الملحة يجب أن يكون قويرة خوزة حيث تصدق بالنسبة لي على هذا الشكل جاولة Hulk annad مسحة إزالي نظف أن عرفة الكوكت نجمع الكوكت بمجرد لا تقوم بتصفر 10 دقائق وتكون متوسطة لا تكون عالية بذلك بسم الله نحطر واحد السلطة السلطة الأولى نأخذ هذه السلطة بعد ما أسلقناها وبنسبة السلطة سهل التحضير دائما نحطرها اللوبيا بعد ما أسلقناها بالتحضر حسب الشكل نضع ثانية اكثر كذلك مجرد السلطة تجوز الاسلطة الاسر نحن نحن نلقى نحن نحن نشاء المسلا ونسجل مكونات في الجديد ونقوم بالاستخدام قبل أضفل نعم الثلاث التالية نحن نضيف معلقة مللقة عصير الحامض ودائما يوجد الحامض تطبيق الحموض للزفر يتجوى عليها الثلاثي نضيف معلقة الحموض للزيت نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح سلقناها ثلاثة البرباة حسب الأفراد الموجودين في البيت نضيف البصل نضيف البصل نضيف البصل أخذ الخيار بعد أن أخذنا وقتعنا بالنسبة لباربة مع الخيار ستكون بنينا وديدة ستكون بنينا وديدة تصبره مع البنز هذا هو الشكل يريد أن يضف كثير هنا كذلك ملح بنينا بنينا نضيف بنينا كذلك نضيف حمود لا يريد أن يصبح حمودية أضيفه بنينا نضيف حمودية نضيف حمودية بنينا نضيف حمودية الآن نضيف نضيف نضع ملقة حتى يجمع التعسين من الأخضر لتكون زيت زيتون لتكون صحي ونزج الكل نضع قصبون من الناس نضع ملقة جدا لأن هذه الكفتار تطلق المراق والبصر الآن نتركها في فوقنا تتعلق لنا شكل نهائي من الطبق يأتي إلى هذا الشكل يأتي رائع وندي ومنين رفقنا هذه السلطة السلطة والسلطة يأتي رائع نتمنى أن هذه المجبة يأتي عجيبة نتمنى أن أعجبكم وهذه المجبة سأجربوكم وأخبركم مرأة ترقائكم في الفيسبوك والوكسر وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر